في قوله تعالى إن الإنسان لربه لكنود هذه العبارة هي تعني الجحود نعم أكس الشكر نعم هذه صفة طبيعية عند الإنسان يعني أم نعم الإنسان يقصر هذا عموم أريد به الخصوص مقصود به الكافر كنود يذكر المصيبات وينسى النعم يا أيها الظالم في فعله والظلم مردود على من ظلم إلى متى وحتى متى تذكر المصيبات وتنسى النعم فالكافر عياذا بالله دائما يذكر المصائب وينسى نعم الله عليه وما أكثرها بينما المؤمن يقول اللهم إن كنت قد أخذت فقد أبقيت وإن كنت قد ابتليت فقد أنعمت دائما يتذكر نعم الله جل جلاله عليه ربما يخطر في بالي أحد يقول على ماذا نشكر الله عز وجل ونحن في ظل محنة كورونا هذه الجائحة لا يعني يقول ماذا أشكر في هذه الأزمة ليشكر الله على نعمة الإيمان أولا فقد رأينا بالأمس أو أمس الأول ذاك الرجل في إيطاليا الذي مات أولاده أو كذا فقفز نسأل الله العافية من الطابق العشرين والثلاثين ونزل على الأرض جثة هامدة ما الذي حمله على ذلك سوى العياذ بالله القنوط من رحمة الله واليأس من روح الله ما خالطت بشاشة الإيمان قلبه تذكر تشكر الله عز وجل على نعمة الإيمان تشكر الله عز وجل على نعمة الشكر أنه أعطاك هذا اللسان الشاكر تشكر الله عز وجل على نعمة الهداية إليه فهي أعظم النعم يعني أعظم من نعمة الطعام والشراب وعافية البدن أن الله جل جلاله قد هداك إليه وعرفك به تشكر الله عز وجل على نعمة الزوجية على نعمة الذرية على الأنعافاك مما ابتلى به كثيرا من خلقه وما أكثر النعم يعني لو طفقنا نسردها لما كفانا المقام وبالتالي نحن لا نشكر الله على كورونا نفسها وإنما نشكر الله على نعمه الكثيرة نعم المتوالية ونسأل الله صلى الله عليه وسلم أن يعني ونشكر الله عز وجل على نعمة الكورونا نفسها بما فيها من المنح فأنت تعلم أخي ويس بأن الناس كثير منهم قد صاروا في شك من دينهم يعني لما رأوا تسلط أهل الكفر وبغيهم وعدوانهم وعتوهم وفجورهم الآن تجد طائراتهم رابضة على أرض مطاراتهم لا يتحرك منها شيء وتلتقط الصور في مناظر عجيبة تجد أنه قد تقطعت بهم السبل وتجد رأساءهم يضجون بأنه قد فنيت الأسباب الأرضية وما بقي إلا تدخل السماء ونحو ذلك من العبارات التي كانوا منها يأنفون هذا كله مما يجدد الإيمان في قلوبنا